السلام عليكم احسن عائلة في اليوتيوب. كنت مني تكونوا بخير وبالف خير. فهذا الفلوغ جيت باش نقول لكم ما تخافوش على فامي. دبال الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتهاجر الكندا في القريب العاجل وباش نقدرون نحقق الحلم ديالنا كنين بانسير جوج ديال الطرق اللي غادي نهضر لكم عليها. طريقة الاولى باش نقدرون نهاجر الكندا طالب همي هي البحث عن برنامج الهجر اللي غادي يناسبني ويناسب المؤهلات ديالي. الى كتان كنت تكلم فرنسي كنختار البرنامج دي الى كتان تكلم انجلي كنمشي وكن نقدم طالب ديالي وكن دير لها دموند دين تيري وعلي كمولانا. هادي كتبقى سبل من اه الطرق اللي غا تسمح لكم باش هاجر الكندا. الطريقة التانية هي اننا نقلبو العقود عمل. وباش نقلبو على العقود عمل راح نديجا هدرنا على انترنسيونال بحال بحال جورني كيبك وكين عاوتاني عدنا للي سيت دي لغوك بحال 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 باش نختمو في العقود عمل كينين مستشارين في الهجرة اللي كيكونوا معتمدين وكن نركز على مستشار معتمد ويكون مضمون وتكون اعرف شو ناس اللي دي جاءوا عن طريقة المستشار وهكا غتكونوا متأكدين الى انكم ما غتكبوش المفرم له وغتعطاول الفلوز لكم الواحد اللي غادة آآ تدير لكم تحاول تلقى لكم عقود عمل وكيف ما كتعرفو الانسان خصدروا الاجتهاد والبحث المتواصل باش نقدر نوصل لهذا فيديالي وبالزاف ديال الناس كيبداوا الاجراءات وما كيكملوش مالو غزمو يعني كيبداوا واحد المدام انتمك كيستعنفوا ما كيكملو في الاجراءات او لا كيخافوا من انتحان دياللغة الفرنسية ديالتس ايف انا بغيت نقول لكم ما تخافوش على فامي انتحان دياللغة انا دبوسوا المرة اللولة مش بشو مزيان دوسوا المرة التانية وتوفقت به هاتش علاش اخوتي ما تقولش لي انا آآ درت محاولات السنة الاولى ما توفقش راكين ناس اللي توفقون بعد ثلاث سنوات بقو كيبحتو السنة الاولى السنة التانية والسنة التالتة اذا باش قادروا يوفروا قادروا يحقوا الحلم ديرهم ويحصلوا على الاقامة الدائمة او لا عقود عمل هاتش علاش اخوتي الطريق المستقيم لا يؤدي الا الى الهدف فاش كتدير واحد الهدف آآ فاش ككون واحد الهدف آآ اللي انت ما واضحش آآ ما كيكونش واضح بالنسبة لكم محدد فبين سير كيكون عندك ما كيكونش عندك اذك الحافز اللي كيخليك تدير اكتر من جهدك باش توصل الهدف ديالك وحنا الهدف ديالنا هو الهجرة الى كندا وتسوية الوضع الوضعية ديالك ودير الاسرة ديالك دونك ما نشوفوش الناس السلبيين اللي كيبقوا يقولولي لحقا آآ الناس اللي كيخلعوا فيكم وكيبقوا يخلعوا في بنادم ويبقوا يقولولي لابني كندا فيها غلاء الاسعار الدرائب الكرو اللي غالي وهدو هدو الناس هدو خسكم تبعدوا منهم حيث ما كيقولوش لكم كينسا وما كيقولوش لكم لان تعليم في كندا بالمجان المساعدات الاجتماعية آآ مهمة ومهمة بزاف التطبيب مجاني وما كتخلص حتى دولار مثلا انا مرتتي في بلدك دابة خس كتمشي السبيطار وفش كتخلص الصندوق تخز واحدة ربعين درهم ولا خمسين درهم دي الصندوق كاتبشي كاتشوف الطبيب ماني كاتشوف الطبيب كيقولك ارا يدك من فوخة ما عرفناش هنا يدك من فوخة وايش لعظم قصح ولا الميوسك سير دير راديو كاتبشي عاوتين راديو تخلص ستين درهم دير الراديو رجع عاوتين فش كيقولك حقا والواد را الراديو شفنا يدك مفاوله ولكن را هالشي قدر يكون عندك شي ميكروب ولشي حاجة سير دير هذا كتجي كاتبشي عن الطبيب كيشوفك كيقولك صافي فلان را مشكي الواقع اللي في ايديك سير دير لغاديو كاتبشي تدير لغاديو هاديك الساعة ما كتخلص تريال كاتبشي كيقولك حقا والوادر تقدر بشي التحاليل كاتبشي كتدير التحاليل ما كتخلص ولا دولار هالشي لاش اخوت كتشوف الايجابيات اكتر من السلبيات مثلا اه المركبات فين تقدر تدير الانشيطة لبسين كيني اللي بباك لعب دي الاطفال هالشي لاش الجهة دي الايجابيات اكتر من السلبيات وخسكم تعرفوا لان في البداية اه دي الاي واحد كيجي لكندا را تحاجة ما كتكون سهلة في اللول دي ما كتبدا بسبعتاش تسعتاش واحد وعشرين دولار ويلا عرفت تسلك راسك را كتكون كافية بش تعيش في مستوى احسن من بلدك الاصلي وبالنسبة الواحد اللي عايش هنا في كندا كتبقى كومام فشيلا كيبادي يعني خسك واحد المدة في انت قدرت ندامج اه لازمك وقت بش تقدر تأدابتها مع الى كيلتور في كندا وقت تاخد من سنتين الى تلات سانوات متقوش لي حق الوضع انا جيت سانة واندامج امبوسيبل فش كتجي يخسك واحد اه اه عامين تلت لسنين هذا بش من بعد قدرت تحصل الوضعية الصالير كي تزاد كتبدل التنوبيلا كتبدا تخرج من القوقعات ديالك كتبدا تدير انشيطة مثلا ديالصيف حالي كومبينج اه كتولي تخرج تمشي شانتها يتدور تقلب علي اوتليت كتولي تمشي شانتها يتسافر الانتاريو اه تمشي لشلالة دين ياقاغا كتولي تمشي النيويورك بونتا كنا هاتشي علاش اخوتي هادلي زاكتيفيت كي بدا ومني كتفوت هادك فترة ديال اندماج وقدو تخرج من من القوقع ديالك وكتولي فلا زون دي كنفور هاتشي علاش اخوتي انا بغيت نموتيفيكم عن اليميغراتيون بغيت نقول لكم الهجرة هي الحل وما تنساوش بينشوق الاشتراك معنا في القناة ديما الموتيفاسيون ديما الكوراج ولا بقيتوا بالعمل المواضي وبقيتوا متفاعلين رب ان شاء الله غادي وفقكم وغادي توصلوا الهدف ديالكم وغادي جيوا لكندا عن طريق اخذ عمل اولى عن طريق اخامة دائمة